السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم حياكم الله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن اسم الفاعل وقبل لا نبدي باسم الفاعل ونوضح ما هو خلينا نعرف أنواع الفعل طبعا أنواع الفعل من حيث أحرف العلة أنواع الفعل باللغة العربية أنواع كثيرة جدا ولكن إحنا راح نتعامل معهم كحرف علة فإذا جاء عندي آخر حرفين علة مثل هوى هوى إذن هاي لفيف مقرون يسمى لفيف مقرون إذن واو يا ألف مقصورة إذن بهذا الشكل هوى دوى روى وإلى آخره يعني تكون بهذا الشكل تكون لفيف مقرون إذا عندي في بداية الفعل حرف علة وفي نهايته علة يسمى وعا اللي هو وعا مثلا لفيف مفروقة طبعا مفروقة يعني حروف العلة مفرقة مفرقة أنا هاي من عندي ما أعرف إذا هي صحيحة هيت أم لا بس أنا يعني هيت حفظتها يعني هيت فهمتها على مويد ما أنساها وعا حروف العلة مفرقة هي لفيف طبعا لفيف بها صوت علة حرف علة وبها واو وألف مقصورة فالعلة مفرقات فسميتها مفروق يعني هيتش على هذا الأساس هي لفيف مفروق هل هي سميت لأنا أصوات العلة متباعدة أنا لا أعرف حقيقة في هذا الأمر نأتي الآن إلى وقف وهو مثال يسمى بمثال قال وهو أجوف أفوا قال إذا كان أجوف يعني وسطه مجوف يعني وسطه علة لذلك يسمي أجوف مثال يعني بدايته علة وقفه قال أجوف أي وسطه علة قضى ناقص لأن ألفه منقوصة هذا الألف بالأخير صحيح فصير فعل ناقص يسمى فعل ناقص قضى نصيحة نصيحة من أخ هذه الأفعال احفظها أنه هوا لفيف مقرون على مو تذكر يعني لا مجرد تنظر لها تراها سهلة وتتركها هذا الموضوع ليس صحيح هذا الموضوع خطأ كبير جدا لا تكون مجرد تطلع عليها احفظها احفظ وقفه مثال وقفه مثال وقفه مثال ظلك شغال عليها وتعيد بيها مرتين ثلاثة أربعة خمسة ستة حتى لا تنساها لأنه مجرد قال أجوف تنساها فحفظ المثال ضروري جدا لا أنت الآن إلى اسم الفاعل اسم الفاعل هو اسم مشتق من الفعل المبني للمعلوم للدلالة على وصف اسم الفاعل هو اسم مشتق من الفعل المبني للمعلوم نركز على هذه المعلومة إذن ما جاي مبني المجهول لإسم المعلوم طيب للدلالة على وصف من قام بالفعل أو تصف به على وجه الحلوث مثل كتب كاتب جلس جالس ذهب ذاهب خرج خارج نزل نازل ضرب ضارب وإلى آخره يقول يختلف اسم الفاعل عن الفاعل فالفاعل وظيفة نحوية أما اسم الفاعل فصيغة صرفية يعني الفكرة هنا شنها الملاحظة الملاحظة هذي يقول نقول بهذه الملاحظة أن اسم الفاعل اسم الفاعل ما هو اسم الفاعل اسم الفاعل هو وظيفة نحوية يعني أنا عندي كلمة هاي هي اسم فاعل هاي اسم فاعل اسمها يعني الكلمة نوعها اسم فاعل الآن هل هي فاعل مفعول به ما لها علاقة ما لها علاقة أنا دا تقول على هذه الكلمة هي اسم فاعل ممكن تكون مبتدى ممكن تكون خبر ممكن تكون مفعول به ممكن تكون اسم مجرور ما لا علاقة بيها الفكرة انه اسم الفاعل هو نوع من الكلام نوع من الكلمة ما لا علاقة بالعراب العراب حسب الموقع مالتا حتى انه يأتي جمع مهندس او طبعا راح نأخذ حسا ونشوف حسا الان راح نتكلم عن صياغته ما يعني صياغته شون يعني صياغته يعني شلون نصيغه شلون نصيغ هذا الكلمة يقول اولا من الفعل الثلافي يصاغ على وزني فاعل تزداد بعد الحرف الاولى تزداد الفا بعد الحرف الاولى ويكسر الحرف قبل الاخرار ضربه ضارب اذا على وزن فاعل ضرب ضارب وقفه واقف اخذ آخذ قاله قائل بغى باغن أتاءات خواخاون وإلى آخره اذا اسم الفاعل اذا عندي كلمة بها ثلاث احرف لعبه لاعب ثلاث احرف فعل به ثلاث احرف ثلاث احرف ضربه ضاربه حلو اذا عندي كلمة بها ثلاث احرف شلون راح نزويها بالاسم الفاعل عفوا راح نحولها على وزن فاعل ضربه ضارب حلو ونصيحة حفظوها هاي الامثلة هاي الامثلة حفظوها نصيحة لله لان راح يجب من عندها بالامتحان ضربه ضارب ضارب وقفه واقف وإلى آخره وراح ناخذ ايضا امثلة اخرى طبعا اكو حالات شاذة لازم نركز عليها طيب رب يجعل هذا البلد آمنا آمنا هو اسم الفاعل ربنا ما خلقت هذا باطلا باطل هو اسم الفاعل وفي اموالهم حق للسائل والمحروم اريدك تجاوبني على هذه وين اسم الفاعل جاوبني خلينا نشوف من الفاهم طيب انا راح ناخذ حالات شاذة يقول اذا كان الفعل معتل الوسط بالالف اجوف قبل دقائق ذكرنا ما هو الاجوف قلنا الاجوف هو حرف فعل فعل يحتوي على حرف علة في وسطه مثل قاله نامه باعه هذا الفعل يسمى اجوف لماذا يسمى اجوف لان هناك حرف علة في وسط الفعل نامه نائم يقول شو يسوي يقول تقلب الفه همزه تقلب الفه همزه مثل قاله قائل نامه نائم اذا 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 اي فعل يؤجوف سوف يحول في اسم الفاعل الى وزن قائل نائم باعه باعه ذا نعرف ضروري جدا نحفظ هاي الامثلة على مود تترسخ في ذهنه اي فعل اجانا بهذا الوزن نقول قاله قائل نامه نائم باعه لان كلها عندنا حرف علة في وسط الفعل خانه خائن ثاره ثائر ساله سائل سائل حلو قال ايضا قائل طيب ساره سائر طيب هنا عدنا ايضا امثلة الحر لا يخشى لومة لائم هذه اصلها من اين من لامة آه حرف علة في وسط الفعل لاحظة الاخرى اما اذا كان الفعل معتل الوسط بالواو اولياء فلا تتغير عينه في اسم الفاعل الآن لعجان الفعل مثلا حاوله حاوله هذا الفعل هذا الفعل يوجد هناك حرف الواو في وسط الحرف فهنا حاوله راح اصير حاول حاول حايده حايده عوره عاور لازم نعرفها وهذه الامثلة تنحفظ جدا جدا مهمة هذه الامثلة جدا مهمة مهمة اذا كان الفعل الثلاثي مضعفا يعني انت عندك فعل مضعف فلا يفك لا يفك تضعيفه في اسم الفاعل مثلا شاد شاد شادي نفسه حل حال مثلا عندك حبة حاب رد راد يعني احنا من نفتح الدال الآن ممكن واحد مفاهمة الآن احنا لازم نعرفها قفة شغلة مهمة جدا الدال هذه الدال عليها مشددة شنه يعني مشدد هي اصلها دال دال وهذا المشدد بمعنى انه اثنين فهنا الملاحظة شو تقول يقول لا تفتح التجديد لا تفكه يعني شنه لا تفكه يعني ومثلا انا عندي مثلا على سبيل المثال حبة 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 اي مشددة يقول ما يصير تسويها حابب ما يصير يقول حابب هذا ما يصير في اسم الفاعل لازم تصير حاب تخلى التجديد مثل ما هو حاب طيب ايضا شده شاد كر كار اذا كان ايضا ملاحظة اخرى اذا كان الفعل الثلاثي الثلاثي يبدأ بالهمزة تصبح هذه الهمزة مع الالف مع الف الفاعل مدا يعني شلون انا عندي فعل يبدأ بهمز امره امره فراح تصير طبعا هذه امره امره هذا الفعل امنه والى اخره اوا هذه راح تصير امر يعني شنه اللي راح نسوي هاي الالف انا عندي الف فراح اضيف الف اخرى انا راح اصير الفين شون اتخلص من هذور الفين اخليلهم هاي المد انا عندي اصير امر امينة امن يعني الحل الاخير اذا اجانا بالامتحان ونريد نعرفه لازم نعرف انه امره هي اصير امر امينة امن اوا اوي اكله اكل وهذه الافعال لازم نحفظها هذه الافعال لازم تحفظ مهمة جدا جدا وان كان الفعل المعتلى الاخر قاضي ثلان قاضي الآن عدنا ملاحظة مهمة الآن هاي قاضي من راح تكتب قاض ومن راح تكتب قاضي فمتى نكتبها قاضي او نكتبها قاض ناخذ هذه الملاحظة انذا كان اسم الفاعل ينطبق عليه ما ينطبق عليه اسم منقوس يتحذف يا اهو الاخيرة بشيطين يعني شنو السؤال هنا المهم جدا لازم نعرف السؤال متى نحذف حرف الكلمة مثلا قاضي ساري و الى اخره من ساعي رامي و الى اخره من هذه الامر يقول ان يكون نكره واحد ان يكون في حرف في حالة الرفع او الجار يعني شنو يعني معناها حالة النصب احنا ما نحذفه في حالة النصب احنا ما نحذفه و ان يكون ايضا معرفه خلينا ناخذ المثال ونوضح يقول هذا رامي الان رامي هي حذفناها لماذا حذفنا الرامي لماذا لانها نكة او لانها مرفوعة هذا رامي طيب مررت برام هذه هنا مجرورة الباء حرف جر ورام مجرور اسم مجرور اذا نحذفه اذا اذا كانت رفع او جر او نكرة نحذف رأيت راميا منصوبة رأى فعل تا الفاعل راميا مفعول به منصوب المفعول به منصوب سوف نضع الياب ما نقول رأيت راميا اذا هذه مرفوعة المنصوبة سوف يبقى الياب منصوبة بلانه مفعول به المفعول به يكون منصوب جاء الرامي الرامي معرفه العلف اللام لا التعريف جاء الرامي معرفه جاء رامي الكرة ايضا معرف معرف الاضافه معرف بالاضافه لذلك احنا قلنا عليها اليابة تبقى مثل ما هي ما قلنا جاء رامي الكرة رامي رام My الكرة لازم declare رامي و الكرة نضع الياب ال milligram لانها معرفة ايش معرفة بالاضافه رامي الكرة خال الفوز 極يد الساع ساع قضى وإلى آخره حامي ما عندكم ينفذ وما عند الله باق إذن باقي في بناء محذوف الآن سؤالي لماذا هنا باق لماذا حذفنا الياء في هذه الكلمة وأصبحت باق وليس باقي هذا السؤالي أريدكم أنتم جاوبوني عنه الآن من الفعل المزيد أو من الفعل غير الثلاثي إذا كانت عندي كلمة فعل هذا الفعل خلينا نقول أكثر من الثلاث أحرف دحرجة هذا فعل ماضي مبني للمعلوم ليس للمجهول معلوم لازم ما ننسى أنه الاسم الفاعل يكون من المبني للمعلوم دحرجة مدحرجة قول هنا عندك ظمة وكسرة قبل الأخير على وزن فعل المضارع ما أبدال حلف المضارع ممي المضموم هو كسر ما قبل الآخر إذن الميم لازم نحط لها ضمة والحرف قبل الأخير لازم نحط لها كسرة دحرجة مدحرج مدحرج سوري مدحرج استغفر مستغفر نحطها هي فعل ماضي سوريها مضارع يستغفر بعدها نقلب الهياء لأمين فصير مستغفر لاحظ بأنه في كسرة هنا في كسرة قبل الأخير مستغفر انفعل ينفعل منفعل ضمة وكسرة محتار يحتار محتار محتار يحتار محتار لازم تحفظ هذه المثلة اعتاد يعتاد معتاد وإلى آخر اطمأنه مطمئن انكسر منكسر استعمل مستعمل انجرح منجرح كسر وفتح استغفر مستغفر ارتحل مرتحل انتحر منتحر اخوان يعني اكون لاحظة مهمة انا يعني تخصصي ترجمة يعني ادرس لغة عربية ولغة انجليزية احنا دائما نميل إلى اللغة الانجليزية فسامحوني اذا اخطأت في كلمة او في حرف يعني بالاخير احنا نبقى بشر ولرغم انها لغتي ولكن يعني ممكن الانسان يخطأ فاذا اخطأت اتمنى تقولولي وشكرا جزيلا لكم طيب اذا عدنا بعد ملاحظة اخرى اذا كان الفعل غير ثلاثي رابعة و الفا تبقى كما هي لان ال الف لا تقبل الكسرة اذا مختار ستصير مختار اعتاده معتاده انحازه منحازه الان ما هي المفروض هنا ال الف ستصير كسرة بس ال الف لا يصير اضعه كسرة يعني ما ترهام تحط ال الف فيها الكسرة لا يصير وراح تبقى مثل ما هي لذلك هاي الامثلة انا ماش راح تتركتها حتى اخذها هذا المثال اختاره مختار اختاره مختار مثلا اعتاده يعتاد معتاد لماذا لم نضع كسرة واحنا هون وضعنا انفعل ينفعل منفعل ناوضعنا قبل الاخير كسرة اما هون لم نستطع وضع كسرة لماذا لان ال الف لا يقبل الكسرة اعتاده يعتاد معتاد و الى اخره طيب اما في حالة اذا كان اخر حرفه مشددا يعني انا عندي كلمة افعل ثلاثة احرف اربعة احرف عفوا ويكون بيوم مشدد مثلا اشتده ارتده اختله اختله هذه الافعال الثلاثة هي رباعية وفي اخرها مشدد فاحنا هنا ما راح نفكر التجديد ولا يكسر الرابع يبقى مشددان يبقى مشددان يعني مختل مشتد مرتد مشتد و الى اخره طيب انا لكم ملاحظة يقول يشترك اسم الفاعل مع فعل الامر في كلمة سائل والسياق واضح ذلك الماء وسائل هنا عندنا كلمة سائل سائلة نفس الشي يعني سالة سائل سائل يعني هل هو سائل ماء ام هل هو سائل يعني شخص يسأل الماء وسائل ام انه شخص يسأل هيتش فهنا الماء وسائل هنا اكيد يعني هي اسم فاعل اما سائل العلياء عننا فهو اكيد يعني الشخص اللي يسأل عنه فمن خلال السياق احنا راح نعرضه خاف تجينا يعني ما نقدر نميز بينات ايضا عدنا اسم الفاعل منها ماحل محلة ماحل اينعة يانعة اذا انها شواب لازم يعرفها لازم نحفظها اينعة اللي هي ماحل ويانعة نعرف ان نحفظها المهم جدا لانا ينتهي هذا الفيديو نصيحتي لكم يعني انه تحفظون الامثلة حفظ الامثلة مهم جدا حتى تكون يعني المذاكرة سهلة وتكون يعني حتى بالامتحانات الامر بسيط ان شاء الله مرحبا لكم المفقية تحياتنا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته